مرحبا بك محمد أهلا بك أخت فرحة عيشك الله يبارك فيك عيشك والله تقريب أكبر صحفية في ينفام باش تحقق نجاح يعيشك ينسي محمد لا لا كنت واضع ما نش نمر في ورود ونستنى في حاجة وقبلتك في بلي ونعفت عن طريق التلفو يعيشك يسيب محمد أي ينفام عملت فيها برنامج يحضرت مع أختني لي في برنامج تدبي مروح ملاق اللي صنطر فيه الساعتين بتعليلها بطيئ عن خاطر جرة الله يسامح عكلا لا علينا ماذا بيش ندخل الموضوع لا علينا والمعدة زيدة والمعدة أحسن معدة ولا ليه يا سي محمد سي محمد تسمع خيا ولا ليه سي محمد والمعدة زيدة لازم نشكروها لا مشكلة أنا وقت قلت أخت فرح لأن أخت فرح أول فحافية في التاريخ جابت حاجة اسمها مرض الأمة مرض الأمة اللي تعالي من الدول العربية وتونس والله العلي العظيم غير حانس لو كان يمكشئ يجيب معناها بداه يتنحل مرض الأمة قمان قال ليه مش موضوع ديني ما نحلوش يوم خطبة جمعة أما جابت الدين يرحم أمها والله أكبر صحفية بإذن الله ستنال مش عارب سيدة نوبر للسلام وبناتنا ليه يعيش كنسيم وحمد وأنا مراقبين دوليين وكوشي إذا كان متهزهاش الجائزة هذي أطلصها وصل اللي صاره في تونس وحد كوشي هلو مش موضوع موضوعنا نزيف صار لصديقك التبّة ما عرفوش كنه يعملو وتوفى بح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رد قادر نشط مدني اللي تعدي على تونس مش شوي من عام الف تسعمية واحد يعني مش باش نعمل توصير للتاريخ وكل شيء عشنا ديكتاتورية مش عشنا ديكتاتورية يعني لهم شلقت بحاجة اليوم مش المشكل في الدكتاتورية يعني كرؤساء يشدوا حكم وكذا سرقوا نون الشعب التونسي نساهم في الدكتاتورية مش تو باش نعني فياسي باش نفصل ولا نون سيد خلت خلطو في الموضوع باش ما نبداش نعمل خلط ملود عبد الرحمن انام خمس في الصمار صلي بالناس انام خمس عادي صلي بالناس واحد كوشي وفاها الاجل رحمة الله عليه والله العلي العظيم صديقي وأحزنت عليه حزن شديد وهالي مش الروح لولا اللي طاحت تحت الاهمار الطبي تلدم الزميني ساعد الميلاد الله يذكر بالخير قال لي يا محمد راهوا لطباء قالوا فما نزيف ومعرفناها شوي في 2020 يا رسول الله الناس جربت عيش في المريخ الطباء قارب باك بلسات مكاس تطرفينك عليك الدولة مكاس باباكم باك بلس انز يا سي محمد سيت هذيك جنراليست باك بلس انز باك بلس انز ايه قد في انتي باك بلس سيت باك بلس انز باك بلس انز هذيك المصيبة هذيك الابت باك وحدشين سنيه بعدو ايه واحدشين سنيه انشو يقولي انزيف مش عارفه انيه مش تتمدني انيه منحبش نسيقaju انظه على الله متلمة انيه معناه اه بوقت اللي يقولي انيه منزيف مش عارفة ايه اقول لك يا صاحبي في تونس هذي انافت برعت الدم فما دم ما باع وабат الفكين دينار ساشيات دولة ما تقول نزيف مش عارفة هذي تونس ماش ماش نافق فيكم ايه اه نكون جينا دولة ديمقراطية ونقول لك حق معطيك ونقول لك ايه سبحان الله معرفتاش معرفتاش انت مكش اه تتعرف كل شي معطيك هالي مش الروف لولة اللي تحت مريم قراش رحمة الله عليه مارفاتك والله الاتباء تفرجوا عليها وقاسم بيرب العزة يتفرجوا عليها معدين في القهوة اوكي فام حكاية فامة في انه محبش يخدم في الجنوب اوكي انه مع اخوي هو حر اه معطيك اختي اخر اه 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 اكتين الجنوب باش مردخلوش الشمال جنوب اه احنا مش تضعو كونتر جنوب كونتر تونس كل عرض من شعب تونسي كل اكيد ايه اه من شاعدهم طبيب عدنى مين وخمتين عرف طبيب تخاروا جمع عام التالي اه معناها الصيف اللي فاته قبل ونجوه تقبلتها يجو قدنوا هنا في زار تونس قلأ تقبلتها باريس اه اه يوليتي شكون المسؤول على الصحة السيسما، اني مانش نهضاو يا راني السيسما هو يا ربي اني رئيسي اللي كان في الصحة في الكورونا ووقت عملنا حجر صحن سيت اسما يا ربي المكي المكي طبعا مهضة هو اني مش نهضاو السيد هبايا قدم الكوروناك شيء انجح الشعب التونسي اللي ما يحبش المهضة قالوا يعطيه الصحة وشو كروه؟ اجدالوله؟ كان رجول برا شكول اللي جاعد يدمر في الشعب التونسي هاي الاسابة؟ هاي المفروزيين يا فرح اوقف اوقف للشعب والله هنا ما تربحوا يا شعب يا مجتمع مدني انا والله هاني حليتلكم الخط باش انتوما تحكيوا بكل حرية تحكين اختي يا ري اختي يا راني واصلت التعذيب على الخطر تونس وراني صلت التعذيب اختي اختي يا راني اجيبه الفونكسيونة تشبح فيه دي جا اتكلمتكم مرفعات على الحسة قلتلك انستنى في الحسة الموضوع اللي حاكي بيه يا سيدة نجم تقترح كل المواضيع نحنا اه اه مفتوحي لاختراحاتكم اولا كورونا راي مع اسر بلاتو على الموضوع حق المتالي اجبتيه هاك ونريد يكون حسة بس من يسوايا لان هاك هوت المشكلة انتع الدولة التونسية والله اذا كان الحلة المشكلة هيك والله انت اكبر انسان في تونس باش تحل المشكلة تونس لان كن نوضاني محمد الدقادة متطوية باش نحكي عن الموضوع حفايا شو بيقولك؟ يقولك ارهابي متزمة مهضاوي ديني طو بيك تكون صحفية قارية متفتحة وتحكي موضوع حفايا ميجي تشوي ربزة صحفية هالي مش متحشبة صحفية هالي مش تقيم فالصرف خمسات هالي حجة من الشعب اللي يحبوها ابنية قارية اسبري ونقولوا مثلا تقوا على سرقها والهاي وتقوا على رجال واحد وشي ويجابة الحقيقة يلو عطاني حجة تو باكن كنتوا حاكم تلبس هاي اجابة الحقيقة سبحان الله هاي تعرف ابي سيمو حمد سيمو حمد مساء النور الاستاذة فادوى براهم بيش تحكي معاك سيمو حمد سيمو حمد مرحبا بيك انت كمواطن واعي وكناشط في المجتمع المدني شكون انت خبت لا على فكرة لا اخر انت خبت كنت نظل خير في قيس سعية حقش في علمه شطبه تمام الكل قلوا اللي جمع عليها قيس سعية دراه و بالرقم على التطوين سيمو حمد سيمو حمد تقريب 3 ملايين قلت لهم ساعدت قم مراقب لاني اريد منهج ماليزيا اريد منهج اليابان اريد منهج المانيا المانيين منجحوا ها منجحوا وغرروا فيهم سبع اديان فيهم اليهوديين وفيهم المسيحيين وفيهم مسلمين يودي ما قلتك اشتعال وصلوا بالسيف اودي قلتك عايش شعب التونسي اودي اختلاع اعطيه اللي ما عنداش خبزة اعطيها واللي عندي خبزة خليها في الصين عدم وستم الناس على الرشوة تنحط حاجة اسمها رشوة ايه 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 اودي اوكي ايه ما اتجتعال لما ينخلتن يا محمد نعروف قلبك ومعابي برشة ايه 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 يقول لك سلط الرحم اني يقول انت وسلط الرحم ونوش عناسك بعضها ونبدأ وخاتر السلطة الرحمية نحن انا نقترح عليك سيمو حمد نقترح عليك تكلم عابير وتقول لها شنو الموضوع اللي انتي تحب تحكي فيه والذي بشدوه من مدة ثمانية ساعات وأنا نوعدك أنه نعملوه الموضوع هذية لأنه اليوم نخرجنا شوي على الموضوع حلقتنا هو الخطأ نعرف قلبك مع بياسي محمد نعرف والله نعرف 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 يجاني مرحبا بيك يجاني في ايفي مرحبا بيك أنا غجز كورونا رأي شدتني بقي هاني جيت في اقربك بيه يا سيدي مرحبا بيك يفهم شغلب علي حضرت فهم كدشان والله العلي العظيم بشهر الشعب التونسي ورب العزة غير حالة البلاد التونسي ستقف على رأتها وتقوم وباش ترجع خير تونس وشعب الشعين وشتد الله خذكم سلمة واصلي واصلي وكل شخص تونسي واعي يا عيش كاسي محمد عبد القادم